لو أنت كمان بتشغل كان بيقلك مثلا أنه اليوم بيعلقوا كمان على كلام أنه كيف بتقوله كده بالأغنية مثلا بالزمنات بس فيروس غنت على هدير البوسطة على فكرة على هدير البوسطة أبوي الله يرحمه عاصي رحبان هو طلب مني الأغنية دي كان لسه من المسأل المسرحية اسمها بالنسبة لبكرة شو في المسرح وكان جزاف سقر المسرحية فيها أغنية على هدير البوسطة دي جوات مسرحية فحضر المسرحية طلب مني الأغنية فورا أنه قال لي أنت عايزت كم علشان ناخد الأغنية دي وتغنيها أمك قد ما بدك يعني ما مش مهم بس أنت كيف بدأت تغنيها فيها بوسطة بس أنا بس ما تقولش أنت بعت أغنية على هدير البوسطة للأب والأم والوالد والوالدة أه أيام حرب كانت ما فيش شغل أنت بتغني بجد ولا بتهزر لا والله بعتب كم 500 ليرة هو ألي 500 ليرة وراحنا مكتفقين مباشرة من 500 ليرة كانت كويسة بالحرب وراحوا على مباريز غنوها طبعا سرعوها كتير ما عرفتش ليه و بنفس الوقت صاروا الناس ينتقدوا فيروز وهم ما كانوا طبعا أقول لك حاجة أزياد رحباني في أغاني كتيرة إحنا حفظينها للسيدة فيروز يعني خلاص إحنا فاكرين هي عاصل رحباني يعني إحنا فيروز أخوين رحباني وعلى فكرة إحنا في مصر طبعا بيقول الرحباني الرحبانية هما في لبنان أو لو كانت أزاي بتقوله الرحبانية هما اسموهون رحبنة رحبنة فأنا في الحلقة أقول رحبنية وإنت تقول رحبنة بلواحد يتكلم بلاهجته أخوين رحباني أخوين رحباني ففي أغاني كتيرة إحنا في مصر يفاكرينها الأخوين رحباني طلعت للإبن رحباني منها عهدين البوسط أنت ألفتها وعرفنا اللقاتي أنك باعتها وهتعزفها تحت الضغط طيب عزفها نبقى اللقاتي برده تحت الضغط تحت الضغط بخيل لأ ما هي مش هديك 500 ليرة